السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكل إخواتي أهلا وسهلا بكم وتحية من قلبي لكم جميعا طبعا من المسلمات إن الفيتامينات مهمة جدا لشعرنا عشان تبدأ تقوي وتخلي الشعر صحية وعشان في نفس الوقت ما تبدأش تسقط منك فمجموعة الفيتامينات مهمة جدا وده أمر أنت عارفاه أكتر مني بكتير جدا النهاردة أنا هحط إيديك على مجموعة من الفيتامينات اللي تقدري من خلالها تديها أمر مباشر منك لفروة الراس أو للشعر عشان تبدأ تستغله الاستخدال الأمثل والأكمل والأصح يعني إحنا هقولك على مصادر الفيتامينات موجودة فين عشان تبدأ تستغليها الاستخدال المباشر على شعرك عشان شعرك يبدأ يستفاد منها الاستفادة الكاملة أول حاجة حمد الفوليك حمد الفوليك من الحاجات المهمة جدا للشعر ده هتلاقي متواجد بقصرة جدا وبكسافة في السبانخ في العتس في البامية في الرحان عشان كده إحنا ابتدينا الفترة اللي فاتت نعملك زيت السبانخ ونعملك زيت العتس ونعملك البامية مش بس كده لا ده احنا خدنا كمان أمع البامية وعملنا منه وصفات عشان ندي للشعر حمد الفوليك ويمنعه من التساقط مش بس موجودين في السبانخ والعدس والبامية والرحان لا ده كمان موجود في بزور الكتان يعني معلقتين من بزور الكتان تقدر يتاخد منهم خمسين ميكرو جرام من حمد الفوليك حاجة كده رهيبة على فكرة السبانخ فيها مئتين وخمسين البامية فيها سبعين ميكرو جرام حاجة كده لشعرك هتخلي الشعر بتاعك قوي جدا طيب الكولاجين الكولاجين من الحاجات المهمة جدا للشعر اللي تخلي صحة الشعر قوية فوق الخيال ده هنلاقيه موجود بس هنقسمه لحاجتين هنقسم لمصادر موجود في الكولاجين بقصرة جدا وهنقسمه لحاجات بتقدر اللي هي تحفز الكولاجين في البشرة تمام طيب المصادر زي الطوم زي بزور الكتان زي دي للحصان لما استخدمناه قبل كده وعملنا منه وصفات كتير جدا وعموجود كمان في البن الدقر والككاو عشان كده قلنا ان الككاو حاجة رهيبة جدا سواء للشعر او للبشرة كمان لبن الدقر قلنا يا جماعة لبن الدقر او زيت لبن الدقر لو خدنا منه نقطتين او نقطة وحطناهم على اي زيت عندك للشعر هيحفز الكولاجين في الشعر حاجة كده رهيبة فوق الخيال اما المحفزات فهو موجود في الكوركم موجود في القرفة وموجود في الصبار والمورينجا عشان كده لما عملت زيت المورينجا وعملت لكم وصفات بالمورينجا قلت لكم ان المورينجا من احد الحاجات المهمة جدا اللي تقدر تخلي الشعر عندك صحي لابعد مما تتخيلي وقلت لكم قبل كده ان المورينجا هو اكسير الحياة فيها كمية معادن وفيتامينات خيالية لابعد مما تتخيلي لو هنتكلم على فيتامين هه او اي ده هنلاقيه موجود بقصرة جدا في جنين الامح عشان كده ابتدينا ندخله في وصف الوصفات بتاعتنا ونعمل منه زيت جنين الامح وموجود بقصرة جدا في بزول العنب وقلت لكم ان بزول العنب مهم جدا فوق الخيال كده للبشرة بتاعتنا وللشعر يعني حكتين مهمين مينفع استخدمه للبشرة كإزالة تجعيد وفي نفس الوقت ينفع لنا استخدمه للشعر كنوع من انواع الترتيب والتنعيم وفي نفس الوقت بيمنع لك عدم التقصف زيت بزول العنب خيالي 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 كمان ان فيتامين هه موجود بكسافة موجود في البنجر حاجة كده رهيبة مش عايزين ننسى بقى فيتامين رهيب اللي هو ايه الحديد وطبعا كلنا بننسى الفيتامين ده ولو نقص الحديد معانا في شعرنا هتبدأ تلاقي ان الشعر تبدأ تسقط لوحدها وبدون سابق انذار يعني لو عنصر الحديد نقص هتلاقي كده الشعر بتاعك بدأ يسقط بدون اي ما يديك اي مؤشرات الحديد موجود في المورنجا شفتوا بقى يبقى موجود في حاكتين اتنين اهو الحديد هنا موجود في المورنجا وموجود في ايه كمان كولاجين موجود في البقدونس عشان كده لما ابتدي تدخل وصفات البقدونس في الوصفات بتاعتنا حاجة رهيبة لما استخدمناها للبشرة واستخدمناها للشعر ارجعوا الوصفة وتركيبها هتشوفوا موجود في الزهتر وموجود في البابونج موجود في النعناع والسمسم والجرجير والحلبة والسبانخ لما رشع ما يطلقوا زيت السبانخ حاجة كده يا جماعة رهيبة جدا يبقى كل الحاجات دي لو احنا ابتدينا نستخدمها ونحطها بشكل مباشر على شعرنا لمدة ساعة او ساعتين انت استفدتي الاستفادة القصوى بكل الفيتامينات اللي موجودة فيها مش محتاجة اللي انت تنزلي تجيب شريط 800 جنيه او 200 جنيه تحياتي لكم جميعا كده حطيت ما بينكم اهم اربع فيتامينات لازم تستخدميها لشعرك تحياتي لكم جميعا